هفضل اتكلم في مجال الصحة ده كتير وهفضل اتكلم في الملفات اللي بتبقى تحت رعاية سيد الرئيس في هذا الاطار ومبادرات الرئاسية في هذا الاطار انا بتكلم في حاجات الحقيقة احنا بقينا لمسينها على ارض الواقع احنا بقينا حتى حضراتكم احنا بننزل وبنشوف والحاجات اللي احنا بننزل ياه وبنيجي نعرضها على حضراتكم بتكون واقع وما فيش حاجة اسمها ان انا ببروز شيء مش موجود او ببروز شيء مش واقعي او ببروز شيء مش لمسينه لا كل الحاجات ده بتبقى موجودة فمن ضمن الملفات اللي لازم تاخد حقها ولازم نرعيها ولازم نحاط بها علما ولازم نحط حضراتكم بها علما بنستعزيل ملفات ممكن اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي تمر لو يوم الجمعة تمر ما حدش ياخد باله وشوقت احتفالات وقع لاخر بتبقى محدش ياخد باله في هذا الاتر لكن حضرتك تعرف ازاي الدولة المصرية تعاملت مع هذا الملف وازاي الجهد الكبير يعني وانا لسه بكلم حضراتكم دلوقتي على الواتساب في مرضى يعني حد بقولي عندي مريض الفيروس وعندي مريض بيفكرني بالموضوع ما جينا نتكلم برضو على حلقة بتاعة المدمنين والإدمان وروحنا المينيا وبتاع فالناس برضو أنا مبسوط من فكرة التفاعل ان حضرتك فاهم انه الموضوع قاصر على مكالمة مكالمة تلفونية عشان تعرف الجهد ماشي ازاي لا الموضوع كبير جدا وعظيم جدا وزي ما بيخش كل متخصص عندنا بيقول لحضرتك ان احنا عملنا ملحمة في هذا الاطار دكتورة منال وهي يعني عالمة كبيرة في هذه بيقول لحضرتك مبساطة جديدة وده كلام يعني لو مش صحيح يبقى لا ده كلام موثق بيقول لحضرتك ان احنا اللي بنعمله ده مش موجود على مستوى الحالم اللي بنعمله في فيروس مش موجود على مستوى العالم وبشهارة المؤسسات الدولية وبشهارة منظمة الصحة العالمية ادخل حضرتك على منظمة الصحة العالمية الموقع بتاعها وشوف تجربة مصر فيه فيروسي احنا رقم واحد في هذه التجربة الرائعة عمار يا مصر عمار يا مصر